شكيع الجامعات الإسلامية المتطرفة هو في الآخر خالص بيرتد عليه يعني هو اللي شجع الجامعات المتطرفة أن تنمو في مجتمعات الشرق الأوسط هو في مجتمعات اللي يعني بدءا من إسرائيل أنا عايز أبدأ من إسرائيل لأن هي خلقت كدولة متطرفة قبل أن تظهر جامعة أو يعني بعد ما ظهرت جامعة الإخوان المسلمين بشوية يعني 28 وحوالي 48 يعني تريبا حوالي بس وجود العصابات الصهيونية هناك على الأرض كان متوافق قبل ذلك فهذا خلق التعصب إحنا كنا بنتعلم لما كانوا وإحنا متغيرين كده كنا منبهرين بالحضارة الغربية وبالحداثة ونعلم أنفسنا ونعلم الطلبة بتوعنا أنه لا تحذب لا للدين ولا للعرق ولا للسلالة ولا الإقليم ولا اللغة وأن تكون إنسانا بشرا حرا وهو ده الدعوة الكبيرة للحداث أين هذه الدعوة ليست موجودة على أرض الواقع ولذلك العالم لابد أن يراجع أخلاقياته يعني في الأول ولابد أن يراجع فكرة أن الأخلاقيات يعني أن ممارسة السياسة ليس فيها أخلاق ونيدل على فكرة المشكلة الكبيرة اللي بين الشرق والغرب في الممارسة السياسية دايماً الشرق عنده منظومة أخلاقية أكثر رسوخاً عشان كده تجد حتى الحكام بتوعنا يقولك نحن عندنا مبادئ كذا وكذا 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 هما بعرفون يعني السياسة بالمعنى الذي صنع في داخل هذه المنظومة العالمية لا تعرف فكرة المبادئ ده هي بتفكر في ضوء مصالح وبتعمل نوع من الحسابات الدائمة والمستمرة بحيث أن احنا في الآخر خالص نحقق الأداب بصرف النظر عن موت البشر وصرف النظر عن أي نتائج مقصودة أو غير مقصودة